الاستهداف المدان حقيقة للأراضي العراقية وخصا لتواجد قواتنا المسلحة في العاصمة بغداد في بابل وكذلك في الأنبار وما حصل لمقرات خاصة بالجيش والحشد يأتي في إطار منفرد وبشكل منفرد من قبل القوات الأمريكية وهذا ما يقوض حقيقة السيادة الوطنية العراقية وما يؤثر على العلاقات العراقية الأمريكية ولذلك الحكومة العراقية ترى أن قرارها الذي كان في خمسة كانون الثاني 2024 كان يسير باتجاه دقيق حول إنها مهام تواجد التحالف الدولي لإنهاء هذه التحديات التي ورثنا حقيقة سواء من السنوات السابقة أو كذلك بالمقابل من آثار أزمة غزة على الأراضي العراقية وهذا بالتالي هو استحقاق أساسي لتعزيز السيادة الوطنية وصيانة الأمن القومي وحماية الشعب العراقي من إنزلاق الدولة العراقية نحو هذا الصراع الممتد الآن في المنطقة والذي يمثل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك الأمن والاستقرار الدولي وهذا بالتالي ما يجعل الحكومة العراقية تذهب باتجاه إنهاء تواجد التحالف الدولي كونه واحد من المسارات الدبلوماسية الذي قادته الحكومة العراقية باتجاه إحداث اللجنة المشتركة وكذلك وضع الجدول الزمني ولكن بالمقابل استمرار هذا الاستهداف يقوض هذه المسارات ويجعل أمامها طريق في تحديات كبيرة ولذلك هناك الآن مسارات أساسية تأتي في إطار الوصول إلى نقطة استقرار للسيادة الوطنية العراقية وحماية كذلك الأراضي العراقية من الهجمات الخارجية التي بدأت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد طيب ما الذي يحول دون احتواء الموقف وإيقاف الضربات المتبادلة هل من الصعوبة بمكان إيجاد صيغة ما بين التحالف الدولي والعراق حتى لا تنزل الأمور كما أشرت حضرته يعني على مسار الحكومة العراقية ومسار الدولة العراقية هناك قرار وطني صدر من السيد رئيس وزراء وكان معلن في يوم خمسة بكانون الثاني وكانت تسير الأمور باتجاه فعال جدا وبالمناسبة هذا القرار كان واحد من المتبنيات الأساسية في المنهاج الحكومي للسيد رئيس وزراء ومنذ اليوم الأول عمل السيد رئيس وزراء على إعادة النظر بالعلاقة بين العراق والتحالف الدولي كون هناك قناعة يعني عراقية وكذلك القوات المسلحة العراقية وكذلك بالمقابل رؤية السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيعة السوداني إلى أن مهام التحالف الدولي قد انتهت يعني بتطور قدراتنا وقواتنا المسلحة بقدرتنا كذلك في إدارة المحافظات المحررة بصورة تامة عودت كذلك الأهالي وكذلك إلى مساكنهم وحتى كان قرار مجلس الوزراء في هذه الجلسة الأخيرة التي عقدت حقيقة كان قرارات مهمة تدعم عملية استقرار وإنهام وخيمات النزوح وهذا بالتالي ما ينهي إرض طويل لمواجهة التنظيم الإرهابي داعش وكذلك الانتصار عليه ومن ثم تثبيت الاستقرار وكذلك بالمقابل بناء السلام وهذه مرحلة مرت على العراق بصعوبة ولكن بالمقابل هناك مسارات الآن واستحقاقات للتنمية والعمار والازدهار تعمل عليها الحكومة العراقية طبعا الملاحظة بالأمس يعني الواشنطن نفذت الضربة بطائرات مقاتلة وليست بطائرات مسيرة تعليقك على هذا الأمر هل نحن أمام منعطف خطير باستخدام واشنطن طائرات المقاتلة هذه المرة أكيد هناك يعني تعريض الأمن والاستقرار للبلاد إلى خطر كبير بهذه الهجمات وهذا بالتالي ما يتم مواجهته والعمل عليه من خلال الطرق الدبلوماسية والطرق كذلك بالمقابل السياسية الداخلية التي تعمل عليها الحكومة العراقية بالتعاون مع القوى السياسية العراقية للوصول إلى نقطة استقرار والعودة إلى نقطة الارتكاز التي لاحظنا على مدى أكثر من عام هناك كان استقرار تام في البلاد ولم تحدث هناك ضربات أو هجمات تجاه القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن بعتات من المستشارين وغيرهم من التحالف الدولي والذي قرر العراق انهاء مهامهم وكذلك بالمقابل المسار الثاني وهو المسار المهم وهي حماية البعثات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا وهذا التزام حكومي وكذلك قرار للدولة العراقية في هذا السياق وبالتالي كنا نسير باتجاه مهم لكن أزمة غزة انعكاس على راضي العراقية وكذلك بالمقابل عمليات التدخل في هذا المسار جعلت من العراق يواجه هذه التحديات ولكن الحكومة العراقية تعمل على السيطرة على هذه الآثار وتعمل كذلك بالمقابل على عدم انزلاق البلاد نحو هذه الأزمة الممتدة والتي يراد أن ينزلق عليها العراق لكن هناك حكمة لدى الحكومة العراقية التي يقودها لستاذ محمد الشيح السوداني في صيانة المنجز الكبير الذي تحقق على بدل 20 سنة الماضية من قبل قوات المسلحة سواء في النصر والتنمية وكذلك الازدهار الاقتصادي الذي هو استحقاق طبيعي للمواطنين ما بعده مراحل طويلة خاضها الشعب العراقي من أجل الوصول إلى هذه النقطة طيب واشنطن تقول أن العراق بلد شريك ستراتيجي لتحالف دولي ولي واشنطن ويجب أن تحترم سيادة العراق وكذلك طهران أيضا تقول يجب أن تحترم سيادة العراق ولكن الملاحظة كيف نفهم أنهم يتحدثون عن سيادة العراق وضرورة الحفاظ عليها وفي المقابل يخرقون سيادة في وضح النهار لا أكيد الذي يدير السيادة ويحمل السيادة هي الحكومة العراقية والدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية ومؤسساتها الدفاعية وهذا بالتالي ما تعمل عليه الحكومة العراقية سواء في بناء القدرات أو الإمكانيات أو كذلك العودة بالعلاقات العراقية مع منظومة التحالف الدولي وهي العودة للعلاقات الثنائية ما قبل سقوط الموصل وهي علاقات ثنائية مستقرة كانت تسير بها الحكومة العراقية لكن بالمقابل جاءت لحظة سقوط الموصل غيرت من الوضع فيها العراق وجعلت هذه السيادة تواجه تحديات كبيرة سواء بسيطرة التنظيم الإرهابي داعش على بعض المحافظات ثم انتصرنا عليه في عام 2017 وكان من المفروض أن يتم عملية الانتقال إلى مرحلة بناء السلام ومن ثم الاستقرار التام والطويل لأمت لكن هذا لم يحدث بسبب مواجهة البلاد لأزمات سياسية متعددة للحكومات المتلاحقة التي توالت الواحدة والأخرى إلى أن وصلنا إلى حكومة الاستاذ محمد الشيعة السوداني التي قادة الحكومة العراقية بجدارة وعلى مدى عام لم تحدث هناك مشكلة أو تحدي أمني ولكن بالمقابل هذه الأزمة الأقليمية لأخواننا الفلسطينيين في غزة عكست على الأراضي العراقية وهذا العكاس قد أثره ولذلك موقف الحكومة العراقية وواضح جدا نقاف اطلاق النار هو واحد من النقاط الأساسية التي ستنعكس إيجابا على الأمن والاستقرار سواء في المنطقة أو كذلك العراق وهذا ما أشار عليه السيد رئيس وزراء في العديد من المرات وفي خطابات وجهها إلى الشعب العراقي وكذلك إلى الرأي العام العربي والأقليمي والدولي وكذلك إلى الدول بصورة واضحة جدا نحو الحل الأساسي في المنطقة وهذا بالتالي ما أحذر منه كذلك أن انفتاح هذه الأزمة وعدم وجود توقيتات زمنية للسيطرة عليها سيجعل منها تنعكس على دولنا العربية والإسلامية وهذا بالتالي واحدة من التجليات التي تمر على الدولة العراقية وتحاول الحكومة العراقية صيانة الأمن القومي وحماية المواطنين وعدم انزلاق الوضع إلى مسارات صعبة طيب دكتور حسين ألبي تبارك مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية ما الذي تريده واشنطن من بغداد في أثناء المحادثات التي تعقد بين المسؤولين من الطرفين لا أكيد العلاقات العراقية الأميركية قد سارت باتجاه مظلة أساسية وهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك مشاركة الولايات المتحدة الأميركية بقيادة التحالف الدولي وكانت هناك حقيقة استجابة عندما دعا سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني إلى أنهى وجود التحالف الدولي في العراق ووضع لجده مشتركة وكذلك جدول أعمال لكن بالمقابل هناك صراع مرة على البلاد على مدى عشرين سنة بين مجموعة من الفصائل مع الولايات المتحدة الأميركية يعني يحاول الآن أن يمتد إلى مرحلة الاستقرار ومرحلة كذلك بالمقابل تقدم في البلاد وهذا حقيقة ما يجعل الحكومة العراقية تعمل مع القوى السياسية العراقية لأخذ المسار السياسي والذي هو المسار الأمثل حقيقة لأزمة معقدة يعني في البلاد وكذلك بالمقابل مسار المصلحة الوطنية العراقية لمحدد أساسي للعلاقات العراقية الأميركية لأن هناك تفاهمات كبيرة وعمل كبير بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على مدى العشرين سنة وعملية بالتالي الاستمرار بأن يكون هناك تحديات لهذه العلاقات لا بد أن يتم السيطرة عليها من قبل الجانبين ولذلك السيد رئيس وزراء في كل مرة يشير بصورة واضحة جدا أن قرار فرض القانون هو من حق الحكومة العراقية الحصري وليس من حق أي طرف داخلي أو كذلك خارجي في هذا المجال وهذا بالتالي هو المسار الذي تعمل عليه الآن الحكومة العراقية للسيطرة على هذه الأزمة الممتدة في المنطقة وكذلك بالمقابل على تولد الأزمات التي تتوالد حقيقة النتيجة هذه الأزمة الكبرى الممتدة وهي أزمة غزة أكيد الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء الشؤون الأمنية شكرا جزيلا لك